النهار ده بلوم بيرجي بتقول لي البورصة المصرية بتاعكس قوة استقرار مصر الراجل اللي كان بيقول لي البورصة خصدت وقعت مرجعش يكلمني التأمين يعني الراجل اللي قال لي وانا في نيورك بيكلمني بيقول لي البورصة وقعت والخمسة في المية مش عارف ايه والخسار كان مليار الراجل هنتظر التليفون بتاعه عشان يرجع يقول لي ايه الحق ده البورصة بقت تمام وحقق ثلاثة ايام اهو اهو ده بلوم بيرجي بتقول انه انه البورصة المصرية بتاعكس قوة استقرار مصر وبتقول انه المكاسب القياسية اللي حقتها البورصة المصرية خلال ثلاثة ايام كانت الاعلى منذ شهر ديسمبر عام 2016 الوكالة تعد بلوم بيرجي قالت من السوق المصرية تعافت من خسائرها سريعا بعد تأكد المستثمرين من الاوضاع الامنية والسياسية مستقرة الى حد كبير في الشارع المصر اللي يسجل مؤشر اي جي اكس 30 ارتفاعا بعد اخر الثلاثة جلازات بتداول بنسبة تمانية وسبعة من عشرة في المية كم تمانية وسبعة من عشرة في المية ايه مكاسب احنا كنا محققين خسائر يوم الخميس اللي فات ولا الجمعة اللي فات الحق البورسة وقعت صاحبك وقعت وحقيقي والله الحق صاحبك وايه عام البورسة وقعت ايه يا عام في ايه النهار ده زايدة تمانية وسبعة من عشرة في المية انتظر التليفون ييجي بلا خلاص راح احنا في الخراب مكنا في الخراب لقى سنصير بيجري لكن في الخير اطلع السلم بقى ومش قادر يكلم ويخرص ولسانه يتقطع ومعادش بيسمع ومعادش بيشقوه هو البلد دي بلد مين يا جماعة هي البلد دي بلد مين هي بلد مجموعة هي بلد نخبة البلد دي بلدنا كلنا كل واحد فيه كل نصير في البلد فبالتالي كل واحد عليه انه يخاف على البلد كل واحد مش بس يدور انا هاخد ايه من البلد انا هستفيد ايه من البلد لأ حضرتك وحضرتك وانا وكلنا هندور هندقي للبلد من غير منزيد على بعض ما فيش حد فينا أحسن من تاني كل واحدة الأند ما بيضى إن شاء الله بكلمة خير البورصة المصرية حققت وفقاً ليه مؤشر اي جي اكس من غير ما نقول اي جي اكس هو ايه ولا غير ولا خلاصته يعني 8 أو 7 من 10% مكاسب خلال 3 أيام هو الأعلى من 2016 17 18 19 من 4 سنين أحسن تعاملات في البورصة النهارة من اللي قال وكالة بلومبرج الأمريكية